السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري أهلا بكم في حلقة من حلقتنا ومادة إدارة المشروعات للصف الثالث التجاري شعبة إدارة طبعا مادة إدارة المشروعات دي أولى حصص أو أولى دروس مادة إدارة المشروعات مادة جميلة جدا مادة شريقة جدا الكتاب اللي معانا كتاب قيم جدا طيب المادة بتتكلم على إيه قبل ما نخش فيه المنهج المادة بتاعتنا مقسمة لعدة أجزاء بنتكلم الأول على مفهوم دراسة الجدوى وأنواع دراسات الجدوى اللي هنتكلم عليها النهاردة وبنتكلم على مفهوم المشروع بصفة عامة وإيه اللي يخلي أي مشروع في الدنيا ممكن إنه هو يفشل أو ينجح في أسباب طبعا ومراحل المشروع هنتكلم عليها بعد كده نتكلم على دراسات الجدوى بالتفصيل أي مشروع بحتاج أربع دراسات جدوى دراسة جدوى تسويقية ودراسة جدوى فنية ودراسة جدوى تمولية ومرحلة التقييم الأربع دراسات اللي احنا قلناهم دول هم المنهج بتاعنا طبعا لما بيجي نتكلم على مادة إدارة المشروعات الصغيرة احنا بنتكلم على المشروع كثير من الشباب بيهموا إنه هو بعد ما يتخرج يعمل مشروع المادة دي بتساعدك إزاي تبدأ المشروع إزاي إن انت تحتقى نجاح للمشروع إزاي تحدد هدفك في المشروع اللي انت عايز تعمله بس بطريقة علمية يعني بطريقة علمية يعني عن طريق دراسات جدوى ودراسات الجدوى دي بتبقى مطلوبة للمشروعات عشان المشروع يحقق الهدف منه طيب هو ليه يا مستر أي حد بيعمل المشروع ممكن يفشد ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله الأسباب اللي بتقدي لعدم نجاح المشروع طيب هل المشروع ده يجي بتعمل عشوائي كده لا طبعا في دراسات بتتعمل على المشروع قبل ما نخش في أي حاجة هزين ناخد فكرة بسيطة كده على دراسة الجدوى يعني ايه دراسة الجدوى نبص كده مع بعض المفهوم بتاع دراسة الجدوى وبعد كده نشوف هنعمل ايه مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار المناسب الذي يحقق الأهداف المنشودة لتحديد مدى صلاحية المشروع هقولك التعريف تاني هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار المناسب الذي يحقق الأهداف المنشودة لتحديد مدى صلاحية المشروع طيب ده تعريف دراسة الجدوى بس الكلام ده يعني ايه يعني هي وسيلة دي وسيلة علمية وسيلة علمية بحدد بيها نجاح المشروع بتاعي دراسات بعملها قبل المشروع انت اصلا طبيعي كده لما تيجي تشتري اي حاجة قبل ما تشتري اي حاجة بتسأل عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان لو انت هتشتريها تجيبها من المكان الصح والتوقيت الصح طيب انت بقى هتستسمر فلوس اللي هي في المشروع هتستسمر رأس مال طبيعي قبل ما تستسمر رأس مال ان انت تعمل دراسة جدوى تعمل ابحاث تشوف الظروف بتاعت المشروع بتاعتك ايه بس بطريقة علمية طب ليه عشان تشوف دراسات الجدوى دي هل هتحققلك الهدف بتاعك ولا لا طب هدف المشروع ايه هدف المشروع بتاعك ممكن يكون هدف ربحة وهدف اجتماعي الاهداف انت عن طريق دراسة الجدوى دي هتقدر تقول ان المشروع بتاعك هيهد هيديلك الاهداف بتاعتك او تتمتنع عنه تتوقف عنه ايه ده يعني ممكن دراسة الجدوى تقول لي ما تعملش المشروع طبعا هو انا بعمل دراسة الجدوى ليه عشان تقول لي دراسة الجدوى تقول لي مشروعك والله هيحقق الاهداف بتاعتك ولا مش هيحققها طب لو هيحققها هكمل دراسات الجدوى وكمل في المشروع طب لو مش هيحالي الهداف بتاعتي طبعا هتوقف عند اولى دراسات الجدوى طيب هو ايه المشروع اصلا شوف قبل ما نقول لك تعريف المشروع انا عشان اعمل اي مشروع محتاج حاجتين محتاج حاجتين ايه هم الحاجتين دول محتاج اموال ومحتاج موارد ما تقول لي يا مستر محتاج رأس المال لا انا ما قلت الشراء السمال ليه رأس المال انواع لا انا محتاج حاجتين محتاج ايه محتاج اموال ومحتاج موارد طيب ليه الاموال اللي انا محتاجها دي الاموال اللي في ايدي دي هي اللي اشتير بيع الموارد اللي انا شغل بيع المشروع لان اموال من غير موارد مش اعمل مشروع محتاج موارد يبقى محتاج اموال يبقى مفيش موارد يبقى مفيش مشروع يبقى انا محتاج حاجتين اموال وموارد طيب مين فيهم اللي بيتم انفاقه ومين فيهم اللي بيتم استخدامه تاني مين فيهم اللي بيتم انفاقه ومن فيهم اللي بيتم استخدامه طبعا الأموال هي اللي بيتم انفقها والموارد هي اللي بيتم استخدامها أنا لو سألتك سؤال كده سألت لأي حد أنت محتاج إيه عشان تعمل مشروع هيقول لي محتاج أموال محتاج مكان محتاج مركع محتاج آلات محتاج مرات خام محتاج معدات محتاج أجهزة محتاج 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 كل ده عبارة عن حاجتين هي هم أموال وموارد الأموال دي اللي هتجيب بيها الموارد بتاعتك طبعا نحن بنقول كده ليه عشانا لما نيجي نعرف المشروع تبقى أنت فاهم المشروع عاملين هو نشاط تنفق من أجله الأموال تنفق من أجله الأموال وتستخدم فيه الموارد تاني المشروع هو نشاط تنفق أموال وتستخدم فيه الموارد أنا بنفق فيه أموال وبستخدم فيه موارد طب ليه ليه أنا بنفق أموال وبستخدم موارد من أجل تحقيق منافع متوقعة نقف هنا بقى منافع متوقعة طب ليه مستر ما قلتش أرباح هقولك ليه ما قلناش أرباح أولا كلمة منافع أكبر من كلمة أرباح يعني المنافع دي تشمل الإرادات والأرباح والمكاسب بتاعت المشروع لكن مش كل المشروعات هدفها الربح الدولة لما تعمل مشروع هل الدولة مثلا لما تعمل طريق أو تعمل كبري أو تعمل أي حاجة اجتماعية ما هذا مشروع بتستخدم فيه أموال وتنفق فيه تستخدم فيه موارد وتنفق فيه أموال لكن الهدف بتاعها ببقى أيه هدف اجتماعي هدف خدمة الناس فهنا هدفها مش الربح فهنا لازم نشوف نقبر الكلام شوية من أجل الحصول على منافع متوقعة طب ليه متوقعة لأن نتائج المشروع بتبان في الماضي ولا المستقبل في المستقبل وأي حاجة في المستقبل أكيد ولا متوقعة لا متوقعة لأن ممكن المشروع يكسب أو يخسر عشان كده بنقول إيه منافع متوقعة في فترة زمنية معينة فترة زمنية معينة اللي هي عمر المشروع يبقى لما نيجي نعرف المشروع بنقول إيه المشروع هو نشاط تنفق من أجل الأموال وتستخدم فيه الموارد من أجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة أنا عشان أعمل أي مشروع في الدنيا محتاج الحاجتين دول محتاج أننا يبقى معايا أموال فلوس ومحتاج كمان أننا يبقى معايا موارد هنفق أموال واستخدم موارد طب ليه؟ من أجل الحصول على منافع المنافع دي ممكن تكون إبادات أرباح داخل المشروع متوقعة طب ليه متوقعة؟ لأن احنا قلنا أن المنافع بتاعة المشروع ما بتبنش ألا فيما بعد في المستقبل وأي حاجة في المستقبل بتبقى متوقعة في فترة زمنية معينة اللي هي عمر المشروع الله هو المشروع يا مستو ليه عمر؟ طبعا أي حاجة في الدنيا لها عمر المشروع ده بيستهلك أنا بقى شطرتي أن أنا أجيب تكلفة المشروع بتاعتي قبل المشروع عمر ما يقلص قبل ما المشروع يقول لي أنا عايز مش هديك أنا حاجة يعني أنا ما أجيب مثلا يعني ما أجيب مثلا في البيت تلاجة جديدة هل كفاءة التلاجة دي زي كفاءتها بعد سنتين ثلاثة؟ لا طبعا كفاءة التلاجة في الأول بتبقى كويسة بعد كده بتقل 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 استهلاك الآلة فأنا لما أعمل المشروع أنا شطرتي أن أجيب تكاليف المشروع بتاعي في الفترة اللي هي بتاعة عمر المشروع للفترة الزمنية يبقى إحنا عندنا لما نيجي نتكلم على تعريف المشروع هو نشاط تستخدم في موابط هنستخدم في موابط وتنفق من أجله الأموال هنفق أموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة كانت تعريف تعريف المشروع مهم جدا وعلى طول بيجي في الامتحاد هو نشاط تستخدم في موابط معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة مصادر أفكار المشروع طبعا نقطة مهمة جدا 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 هو السؤال هنا بيقول إيه مصادر أفكار المشروعات إيه اللي خليني أنا أفكر في المشروع خلي بالك أنا ما بقولش أنا بعمل المشروع ليه لأن طبيعي لو أنا سألتك أنت بتعمل المشروع ليه هتقول لي أبعمل المشروع عشان أزود داخلي عشان أكسب عشان أرباح تمام كل ده تمام إنما السؤال السؤال مش كده خالص مصادر أفكار المشروعات يعني ايه الحاجة اللي تخليك تفكر تعمل مشروع الفكرة اللي تجي لك كده تقولك اه ده انا هعمل المشروع ده عندنا اربع مصادر لأفكار المشروعات اول مصدر عندنا زيادة الطلب على السلعة او خدمة معينة تاني زيادة الطلب على سلعة او خدمة معينة يعني ايه هقولك يعني ايه انا لما اشوف سلعة اولا فيه فرق بين السلعة والخدمة لازم نبقى عارفينها السلعة شيء مادي ملموس يعني ايه يعني بدفع فلوس امسك حاجة في ايدي دي اسمها سلعة اما الخدمة شيء معناوي محسوس بدفع حقه برضو لكن ما بقدرش المسه بايدي طيب يعني الخدمات بدفعها طبعا انت لما بتروح للدكتور بتدفع لكن بتاخد خدمة ما بتشوف ما بتلمسهاش لما تروح البنك بتاخد خدمة مصرفية تروح شركة التأمين بتاخد خدمة تأمينية حتى لما عندك سمصار يقولك للخدمات العقرية الخدمة بتتباع بس الخدمة بتايه ما بتتلمس اما السلعة شيء مادي ملموس فانا بقول اول مصدر ليه خلينا فكر في مشروع زيادة الطلب على سلعة او خدمة بمعنى ايه انا مثلا شايف الطلب على المأكلات او المطارن كتير هيخلينا افكر ان اعمل مشروع شايف ان الطلب على خدمات المحمول والحاجات دي كتير هيخليني افكر اعمل مشروع شايف الطلب كتير على محلات الملابس هيخليني كل ما شوف السلعة عليها طلب زيادة بتيجي في دماغي الفكرة دي وطول ما السلعة عليها طلب معنى كده ان هيتم باعها يبقى المشروع ده هيكسب طبعا ده قبل دراسات الجدوى فانا لما بشوف السلعة عليها طلب وعليها اه سحب جبيء طلب يعني ايه طلب يعني ايه يعني الناس بتشتريها كتير الناس بتشتريها كتير بتستهلكها كتير يبقى السلعة دي او المنتج ده ممكن يبقى فيه كرة مشروع يبقى اول حاجة لمصادر افكار المشروعات زيادة الطلبة على سلعة او خدمة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة تاني وجود موارد غير مستغلة يعني ايه عندي موارد انا ما بستغلهاش بتخلينا افكر في المشروع وخلي بالك الموارد هنا ممكن تكون موارد مادية او موارد فكرية ازاي هقولك ازاي يعني مسلا لو انت حد بتتكلم مع حد يقولك ايه والله اذا انا عندي قطعة ارض بقى لها سنتين تلاتة مركونة مش عاية اعمل فيه يوم هو يقولك ايه ده لو عندي الارض دي كنت عملت مشروع كذا كذا يبقى انا هنا استغلت الموارد ده اللي ما باستغلوش استغلته فكرة مشروع مثلا واحد عنده حاجة وهنا زي ما قلتلك الموارد هنا مش شرط تكون موارد مادية ممكن تكون موارد فكرية بمعنى ايه مثلا واحد بيصور حلوة اوي فايجا واحد صاحبه قال له ايه بقولك ايه انت عندك موهبة في التصوير ما تستغل الموهبة دي وتعمل مشروع عندك موهبة في الرسم ما تستغل الموهبة دي واعمل مشروع عندك موهبة مثلا في الغناء يبقى انا هنا عندي موارد كل اللي بنا ادم فينا عنده موارد ممكن يستغلها وتحقق له نجاح كبير جدا سواء في المشروعات او في حياته يبقى احنا عندنا حاجتين بجيب بيهم افكار المشروعات اول حاجة زيادة الطلب على سلعة او خدمة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة رقم تلاتة بقى المشاكل التي تعترض عملية التنمية تاني المشاكل التي تعترض عملية التنمية هو يعني ايه مستغل عملية التنمية هقولك ونربطها ببعض كلمة المشاكل اللي بتعترض عملية التنمية بمعنى ايه بمعنى اي منطقة جديدة مثلا لسه في مرحلة النمو المنطقة دي ناقصها خدمات زي ما بيقولوا كده او زي ما الكتاب قال الحاجة ام الاختراع يعني ايه يعني مثلا انا في منطقة لو انت روحت منطقة سكنية جديدة ودورت مسلا على مكتبة اتصوى وارا وملقتش بتقوم انت ايه لف دماغك ايه انا لو معايا فلوس كنت عملت مكتبة هنا ليه ليه انت قلت كده في مشكلة في المكان ده فانت بتستغل المشكلة دي عشان تعمل مكاسب لنفسك طبعا الموضوع ده موضوع كبير جدا ان الناس بتشتغل بتستغل بتستغل ان في مشكلة في منطقة تا منطقة ما وبتحاول تحول المشكلة دي لمشروع يعني اديك مثال كده منطقة سكنية بعيدة يجي واحد يقول لك ايه دول عندهم مشكلة في المواصلات طب انا هشغل مثلا مواصلات للمنطقة دي يا طيب انا كده فكرت في مشروع اه جينا نبص مثلا نلاقي ايه الاماكن البعيدة المطاعم كانت مشكلتها ايه منت لازم تربط المادة بتاعتك بالواقع المطاعم كانت مشكلتها ايه المطاعم كانت مشكلتها ان هي ممكن عايزة تودي الاكل الناس كتير جدا لكن المنطقة دي بعيدة فيها مشكلة في المواصلات فظهر حاجة اسمها ديليفري دي ما فكرة مشروع برضو اللي هي ايه المشاكل اللي بتعترض عملية التنمية ازاي المكان ده بعيد مش هيقدر يوصل له مثلا المواصلات يبقى عايزين المواصلات سريعة توديله فانت بتفكر خارج الصندوق عشان تقدر تشتغل عشان تتعمل مشروع كويس لازم يبقى تفكيرك خارج الصندوق يعني ايه خارج الصندوق يعني ما تفكرش بالافكار التقليدية فكر في الافكار اللي هي مش مستغلة وتجيب لك هقالك ربح عالي يبقى عندنا تلات حاجات دلوقتي تاني السؤال بتاعنا ايه ما هي مصادر افكار المشروعات اول مصدر عندنا زيادة الطلب على سلع او خدمة المصدر التاني وجود موارد غير مستغلة المصدر التالت المشاكل التي تعترض عملية التنمية المصدر الرابع نقص التسهيلات التسويقية مثل النقل والتخزين نقص التسهيلات التسويقية لاستلع مثل النقل والتخزين طيب ده معنى ايه طبعا كل معظم المصانع اللي بتنتج مش شرط المصنع اللي بينتج انه هو يقدر يوزع بمعنى مثلا لو قلنا مصنع بينتج مناديل مثلا قلبة المناديل البسيطة جدا اللي سعرها سلعة استهلاكية او سلعة استقرابية وسعرها رخيص لازم تكون موجودة في كل حتة عشان المصنع يحقق اربح طب المصنع هنا عنده مشكلة اللي هي ايه هو بينتج لكن عنده صعوبة في التسويق خلي بالك هو بينتج بس عنده صعوبة في التسويق والصعوبة في التسويق هنا ايه ان الاسواق بتاعته هتبقى منتشرة على مستوى الجمهورية يعني قلبة المناديل في كل حتة في كل حتة طب تخيل معايا كده بقى هل المصنع ده عنده الامكانيات ان هو يوزع في المناطق دي كلها ولو وزع السلعة بتاعته اللي هي رخيصة اللي صارها رخيص هل تكلفة النقل دي هتبقى عليه عبق طبعا هتبقى عبق رهيب يقوم يظهر لك شركات التوزيع يعني ايه شركات التوزيع شركات بيع الجملة ازاي يظهر شركة عربيات التوزيع تقول لك والله طبعا هاخد منك مناديل هاخد منك لبان هاخد منك مش عارف ايه وتحطوا كله في العربية اللي احنا بنشوفها مع بعض دي عربية الجملة وهي اللي تلفت طب ده ايه اللي بيستفيد منه طبعا هنا حاجتين مهمين جدا النقل والتخزين ودول اكتر حاجة بيكلفوا السلعة النقل والتخزين انا كصاحب مصنع بنتك سلعة استقرابية يعني ايه سلعة استقرابية يعني سلعة المستالك عايز يجيبها من عرب مكان مش يجيبها عندي من المصنع فلازم تكون عند كل التجار التجزئة مثلا طب انا كصاحب مصنع ما عنديش امكانيات التوزيع طبعا لو عندي امكانيات التوزيع هوزع توزيع مباشر خلاص لكن مش كل الشركات وكل المصانع وكل المشروعات عندها الامكانيات في التوزيع تلجأ لشركات التوزيع هنا بقى تبطيط تظهر فكرة المشروع اللي انا بقول عليه ان انا هفكر فيه مشروع توزيع المنتجات ليه توزيع المنتجات لان فينا مشكلة عند المشروع او عند المصنع النقل والتغزين انا النقل يكلفني يعني انا لو وزعت سلعة على مستوى الجمهورية وعلى من توزيع انا ومن خلال قنوات انا هتكلف نقل كتير جدا لكن العربية شركات التوزيع لما بتاخد مني وتاخد من ده وتاخد من ده تكلفة النقل بتقل كمان فكرة التغزين وهنا لازم اصرف المنتجات بتاعتي ونخلي بالنا ما بين المنتجات اللي تم انتاجها وموجودة في المخازن كده لازم تصرف ليه لان المنتجات دي لو ما تصرفتش المخازن هتتملق والمخازن لو تتملق يبقى الانتاجها يتوقف يبقى انا هنا بحل مشكلتين النقل والتغزين ففي ناس بقى فكرت ان هي تحل المشكلتين دول بعمل مشروع اللي هو مشاريع التوزيع عشان نحل مشاكل النقل والتغزين يبقى لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك ما هي مصادر افكار المشروعات عندك اربعة اول حاجة زيادة الطلب على سلعة وخدمة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة رقم تلاتة المشاكل التي تعترض عملية التنميع رقم اربعة نقص التسهيلات الاقتمالية زي النقل والتغزين نشوف كده مع بعض مصادر افكار المشروعات مصادر افكار المشروعات عندنا اربعة زيادة الطلب على سلعة او خدمة معينة وجود موارد مادية وبشرية غير مستغلة المشاكل التي تعترض عملية التنميع نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل والتغزين يبقى احنا كده خدنا ايه الجزء اللي احنا شرحناه هات ورق او قلم واجهز معايا عشان هنقول اسئلة مهمة دلوقتي الجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي خدنا ايه خدنا مفهوم دراسة الجدوى وقالنا هي وسيلة علمية عشان تحقق لي الهدف المنشودة خدنا مفهوم المشروع يعني ايه مشروع ورق او قلم وكتب معايا المشروع هو نشاط هو نشاط تستخدم فيه موارد وتنفق من اجله الاموال من اجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة تاني تعريف المشروع هو نشاط تنفق من اجل الاموال وتستخدم فيه الموارد من اجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة ايه هي بقى مصادر افكار المشروعات اربع مصادر افكار المشروعات زيادة الطلب على سلعة او خدمة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة سواء كانت الموارد دي موارد مادية او موارد فكرية رقم تلاتة المشاكل التي تعترض عملية التنمية رقم اربعة نقص التسويات التسويقية مثل النقل والتخزين يبقى كده اتكلمنا على المشروع واتكلمنا على مصادر افكار المشروعات طيب اما اجي حضر لمشروع هل المشروع ليه مراحل طبعا يعني ما اما تيجي تعمل المشروع بيش حاجة اسمها كلنا بنشوف مشاريع بتتعفل بتتعامل وبعد مدة قصيرة جدا ممكن المشروع ده لقدر الله ما يحقاش النجاح ويقفليه عشان ما فيش دراسات جدوى صحيحة فانا لما باجي اعمل المشروع في حاجة اسمها مراحل المشروع لازم امشي خطوة خطوة في المشروع طب تعايا كده نشوف مع بعض مراحل انساء المشروع اولى مراحل انساء المشروع مرحلة تحديد المشروع تاني اولى مراحل المشروع مرحلة تحديد المسرور ودي بتمر في سلاس خطوات بتعرف على الأفكار دراسة جدر مبدئية معايير انتقاء المسرور طيب أول مرحلة عندي في إن أنا أعمل مسرور مرحلة اسمها مرحلة تحديد المسرور مرحلة إيه تحديد المسرور طب يعني إيه تحديد المسرور وهو طبيعي لما تيجي تعمل المسرور ببقاش في دماغك فكرة واحدة مرحلة تحديد المسرور بتمر بتلات حاجات أول حاجة بحدد الفكرة يعني بحدد الفكرة وهنا قدامي دلوقت المسرور ألف وبيه وجيم ودال فأنا دي الأفكار بتاعتي بحدد الفكرة بتاعتي بعمل بعد كده دراسة جدر مبدئية للمسرور ده بعد كده بنطقي فكرة الأفكار يبقى أولى مرحلة المسرور هي مرحلة تحديد المسرور طب حددت المسرور المرحلة التانية بقى بعمل إيه مرحلة إعداد المسرور يبقى أول حاجة مرحلة تحديد المشروع بعد كده إعداد المشروع يعني الإعداد أتأكد من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع تاني أتأكد من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع أتأكد بقى من النواحي الفنية يعني نواحي فنية المكان اللي هعمل فيه المشروع أرض المشروع الألات اللي هشتغل بيها المشروع نواحي مالية هل القدرة المالية معايا هتكفر المشروع ولا لا الاقتصادية هل المشروع هنا هيحقق لي عائد اقتصادي أو عائد استثمار معين هقدر أننا أحقق بي الأهداف بتاعتي يبقى احنا كده ما بنتكلم على مراحل خلي بالك خلي بالك مراحل المشروع مراحل المشروع عندنا خمسة أولى مرحلة هي مرحلة تحديد المشروع ودي أولى مراحل المشروع المرحلة التانية هي مرحلة إعداد المشروع ودي بتأكد فيها من النواحي المالية والاقتصادية والفنية للمشروع المرحلة التالتة بقى مرحلة التقييم قبل التنفيذ تاني مرحلة تقييم المشروع قبل التنفيذ وتشمل التقييم المالي والاقتصادي والتجاري للمشروع قبل التنفيذ يعني بقى نقف هنا شوية بقى لما اجا تكلم على مراحل المشروع قلنا لازم المشروع يمر بخمس مراحل معينة اولى مراحل المشروع لمرحلة تحديد المشروع هيبقى قدامك كذا اختيار كذا فكرة بعد كده بتختار الفكرة اللي انت هتعملها ده كل ده في مرحلة تحديد المشروع بتعمل لها دراسة جدوة مبدئية وهنفهم يعني ايه لوقت دراسة جدوة مبدئية وبعد كده بتخش على المرحلة التانية مرحلة اعداد المشروع بتاعك يعني ايه بتعد المشروع بتاعك بتعده من الناحية المالية والتمولية والاقتصادية والفنية بمعنى ايه ببص المشروع بتاعي هيتعامل فين انا كده بتكلم على موقع المشروع الالات المستخدمة التكنولوجيا اللي هستخدمها عدد العمال كل دي اسمها نواحي فنية انقل على النقطة اللي بعدها التمولية الاموال هل انا المشروع بتاعي هذا بس افتوله مصادر تمويل معايا مصادر التمويل دي طيب العائد الاقتصادي للمشروع كل ده بيتم في مرحلة تعداد المشروع نيجي بقى للمرحلة المهمة التقييم قبل التنفيذ تاني التقييم قبل التنفيذ ايه ده هو انا ممكن اقيم حاجة قبل منفزها اه ممكن عن طريق دراسات الجدوى يعني ايه يعني انا هعمل المشروع فعايز اقيمه قبل منفزه لان لو المشروع ده انا نفسته وما عملتش دراسة الجدوى ممكن المشروع ده يفشل فانا بعمل له عملية تقييم قبل التنفيذ تقييم مالي وتقييم اقتصادي وتقييم فني طب بعد كده المرحلة الربعة التنفيذ هنفز بقى المشروع بتاعي مرحلة تنفيذ المشروع خامس مرحلة التقييم بعد التنفيذ وبرضو بقيم التقييم المالي والاقتصادي والتجاري بعد التنفيذ يبقى لو جاء سألك وقال لك في الامتحان ما هي مراحل المشروع مراحل المشروع خامسة نركز شوية مراحل المشروع خامسة حضر الورقة والألم وكتب وراها اولى مراحل المشروع هي مرحلة تحديد المشروع اول حاجة تحديد المشروع بحدد المشروع بتاعي ليه بمعروض عليك كزا مشروع فبختار منه المشروع حدد ببتدي اخص فترة الاعداد فترة اعداد المشروع فترة اعداد المشروع دي او مرحلة اعداد المشروع من الناحية الفنية والمالية والاقتصادية المرحلة التالتة التقييم قبل التنفيذ بقيم المشروع بتاعي قبل ما نفزه طب بقيمه ازاي التقييم المالي والاقتصادي للمشروع طب المرحلة الرابعة تنفيذ المشروع بنفزه بقى المرحلة الخامسة والاخيرة هي التقييم بس امتى بعد التنفيذ يبقى خليك معايا بقى من غير حفظه من غير اي حاجة خمس مراحل للمشروع خمس مراحل ايه هما تحديد اعداد تقييم قبل التنفيذ تقييم بعد التنفيذ تاني خمس مراحل للمشروع اول مرحلة للمشروع هي مرحلة تحديد المشروع بعد كده اعداد المشروع تقييم قبل التنفيذ تنفيذ تقييم بعد التنفيذ يبقى خلي بالك لان الاسئلة في الامتحان بتيجي ازاي يقول لك ايه تعتبر نقاط أولى مراحل المسروع يبقى ايه? اول حاجة في مراحل المسروع هي تعتبر مرحلة تحديد المسروع هي أولى مراحل المسروع بينما تعتبر مرحلة نقاط هي المرحلة الاخيرة يبقى التقييم بعد التنفيذ المرحلة التالتة التقييم قبل التنفيذ وهكذا يبقى مبدئيا كده لازم يكون عارف المراحل بترتبهم هم خمس مراحل أول مرحلة عندنا تحديد المشروع إعداد المشروع تقييم قبل التنفيذ التنفيذ التقييم بعد التنفيذ كده كلمتك على 3 حاجات مهمين جدا كلمتك على مفهوم المشروع كلمنا على مصادر أفكار المشروعات كلمنا على مراحل المشروع قلنا المشروع إيه هو المشروع هو نشاط تستخدم فيه موابد وتنفق من أجل الأموال من أجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة مصادر أفكار المشروعات عندك أربعة أول حاجة زيادة الطلب على سلع أو خدمة رقم اتنين وجود موابد غير مستغلة نقص التسهيلات الاقتمانية زي النقل والتخزين والمشاكل التي تعترض عملية التنمية لما يجي يكلمك على مراحل المشروع قل له مراحل المشروع خمسة إيه هما وحالة تحديد المشروع إعداد المشروع تقييم قبل التنفيذ والتنفيذ والتقييم بعد التنفيذ يعني أنا الأول أول حاجة في المشروع بحدد المشروع ليه بحدد؟ لأنه بقى كذا عندي كذا فكرة للمشروع أو كذا مشروع معروضة علي فبختار منهم مشروع مثلا طبعا الاختيار ده بيتم على إيه؟ هنعرف دلوقتي بعد كده بعمل عملية مرحلة إعداد من الناحية الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع بتاعك بعمل له تقييم قبل التنفيذ تقييم مالي وتقييم اقتصادي بعد كده بنفذ المشروع بتاعك بعد كده بعمل له تقييم بعد التنفيذ يبقى كده عندك خمس مراحل للمشروع بتاعك طيب سؤال مهم جدا هو المشروع ده ليه عناصر؟ طبعا عناصر المشروع ثلاث عناصر إيه هم العناصر دول؟ تعال بص كده وأنا بقولك التعريف هو المشروع هو المشروع عبارة عن إيه؟ المشروع نشاط تنفق من أجل الأموال خلي بالك تنفق تنفق دي يعني إيه؟ دي التكاليف بتاعة المشروع تاني كلمة تنفق معناها تكاليف المشروع هو نشاط تنفق من أجل الأموال وتستخدم فيه الموارد من أجل الحصول على منافع المنافع دي بقى اللي هي إيه؟ إرادات المشروع إرادات الحاجة للإرادة اللي جايلي في فترة زمنية معينة اللي هو عمر المشروع أنا من خلال التعريف بطلع عناصر المشروع عناصر أي مشروع في الدنيا ثلاثة عناصر إيه هما؟ تكاليف إرادات عمر المشروع تاني عناصر المشروع تلاتة تكاليف إرادات عمر المشروع التكاليف تسمى تدفقات نجدية خارجة خلي بالك التكاليف تسمى تدفقات نجدية خارجة أما الإرادات تسمى تدفقات نجدية دخلة وعم المشروع والفترة الزمنية نبص كده على عناصر المشروع مع بعض عناصر المشروع ثلاثة تدفقات نضية خارجة وتسمى تكاليف او استثمارات او مدخلات المشروع تدفقات نضية دخلة اللي هي الابادات زي المنافع العوائد او مخرجات المشروع فترة زمنية تمثل عم المشروع يا مستر انت هتلخبطنا ليه انت بتقول عناصر المشروع او الحاجة التكاليف تسمى تدفقات نضية خارجة مثل المدخلات طب ما خارجة عكس المدخلات اه هي عكسها بس مش مش لقبطة ولا حاجة انا دلوقتي مدخلات المشروع يعني ايه المادة الخام اللي انا اجيبها للمشروع تمام المادة الخام دي باشتريها ولا ما باشتريهاش باشتريها بادفعها ولا بادفعش بادفع تكاليف لها يبقى دي اسمها تدفقات نضية ايه خارجة على المدخلات بتاعتني طب المدخلات دي المواد الخام طلعتها ودتها الانتاج هتطلع ليه مخرجات المخرجات دي هباعها واخد فلوس تسمى الارادات تدفقات نضية دخلة يبقى نخلي بنا عناصر المشروع تلاتة اول عنصر في المشروع التكاليف وتسمى تدفقات نضية ايه رفع عليكم خارجة اما الارادات تسمى تدفقات نضية دخلة عمر المشروع وفترة زمنية يبقى عناصر ايه مشروع ثلاث عناصر ارادات تكاليف وعم المشروع يبقى احنا كده تاني وابقوا قلم واكتب معايا احنا لسه في اول السنة لسه في اول المنهد ده اول درس عندنا واحدة واحدة مع بعض مادة المشروعات من المواد الجميلة جدا المواد اللي انت ان شاء الله بازن الله ممكن تجيب فيها الخمسين من الخمسين وانت متطمن عندنا بعض الحالات العملية طبعا نحلها مع بعض وبعض الافكار هنقولها مع بعض بس خلي بالك كده وذاكر على طول كل حاجة في وقتها هقولك اللي انا قلته من الاول وراجع معايا احنا اتكلمنا على تعريف المشروع ايه هو المشروع المشروع هو نشاط تستخدم في المواد وتنفق من اجل الاموال من اجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة ده مفهوم كده المشروع مصادر افكار المشروعات عندك اربعة اول حاجة زيادة الطلب على سلعة او خدمة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة رقم تلاتة المشاكل اللي بتعترض عملية التنمية رقم اربعة نقص التسهيلات مثل النقل والتخزين لما يجي يقولك ما هي مراحل المشروع مراحل المشروع خمس مراحل طب ايه هم من خمس مراحل اولى مراحل المشروع هي مرحلة تحديد المشروع بحدد المشروع بتاعي مرحلة التانية هي مرحلة اعداد المشروع المرحلة التالتة هي التقييم قبل التنفيذ المرحلة الرابعة هي تنفيذ المشروع المرحلة الخامسة التقييم بعد التنفيذ عندنا عناصر المشروع ثلاثة عناصر التكاليف وتسمى تدفقات نجدية خارج الإبادات وتسمى تدفقات نجدية دخلة وعم المشروع يسمى فترة زمنية يبقى دول الجزء اللي احنا خدناه في الاول اسباب عدم نجاح اي مشروع طبعا زي ما قلت لك في الاول انت عشان تعمل مشروع انت هدفك من اي مشروع بيبقى ربح انت عايز تكسب طيب ليه المشروع بيفشل ليه لما اجي اعمل المشروع مثلا او نشوف نمازج للمشروعات المشاريع دي بتفشل عندنا اربع اسباب يخلهم المشروع ممكن يفشل اول حاجة دراسة جدوى ضعيفة دراسة جدوى ايه ضعيفة يعني ايه دراسة جدوى ضعيفة انا ما عملتش دراسة الجدوى صح ما عملتش دراسة الجدوى للمشروع مضبوطة لاي اي دراسة جدوى ما بتتعملش صح بيانتج عنها فشل المشروع بتاعك فانت لازم تعمل دراسة الجدوى صح يبقى أولى أسباب عدم نجاح المشروع دراسة جدوى ضعيفة رقم اتنين عندنا وضع جدول متفائل لتنفيذ المشروع وضع جدول متفائل لتنفيذ المشروع بمعنى ايه أما أجي أعمل مشروع بأعمله جدول زمني يعني ايه جدول زمني والله مثلا مرحلة شرية الأرض بتاخد وقت قد كده مرحلة إعداد الأرض للمشروع مرحلة البناء مرحلة الألات وبأعمل جدول بالكلام ده كله طب الجدول ده وانت بتعمله ما تعملوش متفائل يعني ايه متفائل يعني أصل بص أي زيادة في الجدول اللي انت بتحطه ده بتزود تكاليف المشروع وأي تكاليف المشروع لما بتزيد بتقلل من إبادات المشروع وبتقلل المشروع بيخسر طب نوضحها أكتر لو أنا مثلا عملت جدول زمني لبناء المصنع بتاعي وقلت المصنع هياخد شهرين بناء أنا عملت الجدول كده شهرين بناء وبناء أنا عليه بعدت أجيب الألات من بره عشان أركبها فالألات هتجيلي بعد شهرين تمام الألات وصلت لكن الشهرين ما كفبوش بناء المنشأة بتاعتي هتطر أن أنا ععد شهرين طب الألات دي هتروح فين حاجة من الاتنين يا سبا في الجمالك تاني يا إما أجر لها مخازن طبعا هنا سواء هنا أو هنا تكاليف عن ما لا تزيد عليك فأنت ما تيجي تحط جدول حط جدول مش متفائل يعني متشاهم؟ لا مش متشاهم حط جدول موضوعي جدول يتماشى مع الواقع جدول قابل للتحقيق عشان تقدر أن أنت المشروع بتاعك ما يفشلش منك يبقى عندنا اتنين أول حاجة دراسة جدول ضعيفة رقم اتنين وضع جدول زمني متفائل رقم تلاتة التنبؤ المسرف في نتائج المشروع يعني إيه التنبؤ المسرف في نتائج المشروع؟ يعني أنت بتبقى حاطط عندك طموح كبيرة جدا للمشروع بتاعك أنه يحقق لك أرباح عالية طيب وهو أنت في مشكلة عندك هنا إيه هي المشكلة دي؟ أن أنت لما بتيجي تعمل المشروع طبعا بتعمله دراسة جدوى فأنت بتشوف الأول هل المشروع ده يحالك عائد ولا لأ؟ ليه؟ عشان بعد كده ما تتنبأش تنبؤ مسرف مسرف يعني هنا ايه؟ زيادة على اللزوم في نتائج المشروع وقالين في حاجة تانية ما بقاش أعمل المشروع مثلا مكلفه مبلغ رأس المال صغير وتوقع منه أرضاح خيالية طبعا كده المشروع هيفشل يبقى أنا هنا يبقى عندنا لحد الوقتي ثلاث أسباب يقدوا لعدم نجاح المشروع أول حاجة دراسة جدوى ضعيفة رقم اتنين وضع جدوى الزمني متفائل التنبؤ المسرف في نتائج المشروع رقم أربعة تقدير تكاليف المشروع بأقل من التكاليف الفعلية يعني ايه؟ تقدير تكاليف المشروع بأقل من التكاليف الفعلية يعني ان انت بتقدر تكاليف المشروع بتاعك تقدير غلط بمعنى ان انت قدرت مثلا ان التكاليف ما احنا قلنا في الاول ايه؟ ان المشروع تكاليفه ارادات ببساطة كده لو انت قلت لحد قلت له نعمل المشروع هكلفه مئة ألف جنيه تمام وهيجيب لي ارادات متين ألف جنيه يبقى انت بتحسب كده صف الربح بتاعك مئة ألف جنيه لكن لو التكاليف دي فضلت تزيد الربح بيقل والقراط بيقل عشان كده بقولك ايه؟ لما تيجي تعمل المشروع خلي بالك قدر التكلفة صح يعني ايه قدر التكلفة صح قدر التكاليف بقومتها الفعلية بمعنى اصلا هقولك لو انا عملت مشروع وقدرت التكاليف بقومتها غير الفعلية هتبقى مشكلة يعني مثلا هدي مثال بسيط كده للتوضيح لو في مثلا واحدة قالت في البيت انا عايز اوضى بالبيت بتاعي فعلت لجزء انا عايز اوضى بالبيت تمام؟ طيب بكام انا عاملة جمعية بعشر تلاف جنيه طب انت متأكدة ان التوضيب هيبقى بعشر تلاف جنيه قالت له اوه متأكدة يبقى هي كده عملت ايه؟ قالت ان التكاليف عشر تلاف جنيه طيب وبناء علي بدأنا نوضى بالبيت هي كانت حزبة الحزبة غلط فالحزبة الغلط دي طبعا هتخلي المشروع بتاعها يفشل طيب بالنسبة لي المصادر افكار المشروعات قلناها كلها باذن الله تكونوا فهمتوا حاجة في الحلقة دي وان شاء الله نستكمل الحلقة القادمة واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة